السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم العروض والتقنية اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد والنهاردة معنا طريقة حصرية لاخفاء اي فيديو او صورة موجودة على الاندرويد يعني مثلا في الاجهزة الحديثة عندنا في اجهزة سامسونج الفئة العليا والمتوسطة عندنا حاجة اسمها المجلد الامن وده بتبقى بيئة كده سامسونج عاملها ان انت ممكن تحط فيها الفيديوهات الخاصة بتاعتك وكمان الصور الخاصة بتاعتك لو انت حضرتك لكي مسلا صور مسلا ما ينفعش اي حد تفرج عليها او يشوفها بتبقى عندك المجلد الامن بتنقليها فيه مسلا لو حد بيمسك موبايلك مسلا من زمالك مسلا او صحابك بيبقى ما بيشوفش ابدا الصور الخاصة بكي كمان في اجهزة شاومي بتبقى فيه حاجة اسمها الوجهة التانية دي تبقى وجهتين وجهة ممكن اسبها خالص للناس اللي بتشوف مسلا لو اي حد بيمسك موبايلي هيبدأ يدخل عليها ويشوف الحاجات الموجودة عليها وفيه وجهة تانية خاصة ممكن انا اعملها وانقل فيها الحاجات الخاصة بتاعتي صور الخاصة وفيديوهاتي الخاصة تمام الناس بقى اللي على معها اندرويد قديم ومعندهاش المميزات ديت جايب لكم النهاردة طريقة لاخفاء الفيديوهات الخاصة بتاعتك مسلا عندك فيديو او عنديك مسلا فيديو او صورة ظهر فيه مسلا اه لا ينفعش حد يشوف الفيديو بتاعك دوت عندي طريقة ان انت تخفي الفيديو دوت لو حد ميسك موبايلك ما يشوفش الفيديو بتاعك الطريقة بملخصها ان انت بتدخل علي الاستوديو او مدير الملفات او ملفاتي حسب مسمى البرنامج دوت على الاندرويد موجود في الاندرويد هو مدير الملفات وباجي هنا بقى على الصورة عندي مسلا صورة هيت تمام صورة في الاستوديو عادي هيت تمام موجودة ظهرة عندي في مدير الملفات وفي الاستوديو عايز اخفيها باضغط عليها الضغطة كده طويلة تمام بيجي لي بقى الخيارات وبختار هنا المزيد واعمل اعادة التسمية باجي اعادة التسمية باجي على اول الاسم بتاعها هنا باجي على الاول الاسم وازود على الاسم نقطة تمام النقطة اللي جانب هنا المسطرة واعمل اعادة التسمية الصورة اختفت خالص ولا حد هيقدر يشوفها ولا هي موجودة في الاستوديو ولا مدير الملفات هنبدأ بقى نرجع الصورة بتاعتنا دي ازاي ان انا بادخل كده على التلات نقطة دول واخش على الضبط بتاع مدير الملفات واعمل هنا اظهار ملفاتي المخفية هاجي ادخل تاني كده هلاقي الصورة ظهرت بس متظللة لانها مخفية بس ممكن اشاهدها عادي جدا تمام لو عايز ارجحها انها ما تكونش مخفية هتضغط عليها تاني كده واعمل اعادة التسمية واشيل النقطة اللي احنا حطناها هترجع الصورة في الاستوديو تاني الطريقة ديت للناس اللي عندها مثلا فيديوهات خاصة مثلا لو انت حاطك في شغل ومسلا زمالك بيمسوك موبايلك فما ينفعش يشوف الصور بتاعتك ولا فيديوهات بتاعتك ممكن تخفيها لو انت معاك جهاز حديث ممكن بالمجلد الا من سامسونج او بالواجهة التانية في شاومي وبرضو في المجلد الخاص في ريلمي طبعا وفي اوب ونفس الحكاية برضو لكن الناس اللي ما عندهاش ومسلا عندها فيديوهات مش عايز حد تطلع عليها ممكن تستخدم الطريقة ديت وان شاء الله نشوفكم فيديوهات جديدة يا رب يكون الفيديو عجبكم يعني تنسوناش من لايك وشير وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى